يكذب بالدين فذلك الذي يدعا يتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سابون الذين هم يرارون ويمنعون المعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدهلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبت سيصنى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من بسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وطد ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم أنف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وإن آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفرحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تبسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم بمسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزرون الله يستهزئ بهم ويمتهم في طغيانهم يعمقون أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى فما ربحت تجاوتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آدالهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء طهير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دول الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتفقوا النار التي وقوبها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذي آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما عزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مقهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يطلب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينتبون عهد الله في البعث ميتاغه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء هم استوى إلى السماء فسوى هم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعي في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الثماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أربعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم قال لما أنبئهم بأسماءهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما دمتنا